بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة معكم الدكتور فيصل سالم سنواصل شرح مقرر كيميو عضوية واحد وفي هذا الفيديو سنمر إذن إلى الجزء الثالث من المحور الثالث حيث سنتابع شرح كيفية تسمية الهيدروكاربونات الألفاتية المشبعة ذات سلسلة مفتوحة والتي تحتوي على تفرعات ونمر إلى القاعدة الرابعة إذا كان السلسلة تحتوي على أكثر من نوع من المجموعات المتفرعة فإن كتابة هذه المجموعات في بداية الاسم تكون حسب الترتيب الأبجدي سوف نأخذ مثال هذا المركب أمامنا هنا إذن يحتوي هذا المركب على سلسلة أساسية تحتوي من 6 كاربونات كما تلاحظون وترقيم هذه السلسلة كما سبق وشرحنا ذلك سابقا أنه يتم انتلاقا إذن من الطرف الأقرب إلى أول تفرع إذن يتم ترقيم ابتداء من اليسار نلاحظ هنا أن وجود مجموعتين إذن هي مجموعتين متفرعة هنا المجموعة الأولى تسمى مثال والمجموعة الثانية تحتوي على كاربونين وتسمى إذن إثال لكتابة إذن اسم هذا المركب وكتابة يعني المتفرعات في بداية الاسم يجب إذن البداية بالاسم الذي يحتوي على حرف في بدايته يكون له الأولوية في الترتيب الأبجدي فمثلا هنا أم وهنا إي الإي إذن هي تسبق الآم في الترتيب الأبجدي فبالتالي إذن في كتابة اسم التفرع نبدأ بإيثايل ثم نكتب مثال إذن يجدر هنا الإشارة إلى أنه في كتابة إذن المجموعة المتفرعة يجب كذلك كتابة المؤشر الرقمي أو يعني الدليل على موقع هذا المجموعة المتفرعة فمثلا الإيثايل توجد على الكرب الرقم أربعة فنكتب إذن أربعة ثم نكتب شرطة ثم بعدين نكتب إذن اسم المتفرعة كما تلاحظون إذن بين الإسم والرقم يجب كتابة الشرطة ثم فيما بعد كذلك شرطة اثنين ثم شرطة مثال هيكسا نمر الآن إلى القاعدة رقم خمسة في حال تكرار المجموعات المتفرعة داخل السلسلة الهيدروكربونية مثلا إذا تكرت المجموعة مرتين يجب إذن كتابة مقطع هذا المقطع هو دلالة على عدد تكرار المجموعة المتفرعة فمثلا إذا تكرت المجموعة المتفرعة مرتين نكتب مقطع داي في بداية اسم المتفرعة إذا تكرت المجموعة المتفرعة ثلاثة إذن نكتب مقطع تراي وهو دلالة على تكرار المجموعة المتفرعة ثلاثة مرات أو نكتب هنا تترا وهو إذا تكرت المجموعة المتفرعة أربعة مرات ناخذ مثال هنا هذا المركب كما تلاحظون يحتوي هذا المركب على سلسلة أساسية متكولة من 6 كاربونات ويحتوي داخله على ثلاثة تفرعات متمثلة في نوع نفس التفرع يعني في مجموعة مي فايل كما تلاحظون إذن ثلاثة مرات يتكرر نكتب إذن في بداية الاسم المتفرع نكتب مقطع تراي دلالة على تكرار المجموعة ثلاثة مرات وبطبع الحال قبل كتابة اسم المتفرع كذلك يجب الإشارة إلى مواقع هذه المجموعات إذن تقع المتفرع الأولى في رقم 2 ثم رقم 3 ورقم 4 إذن نكتب 2.3.4 إذن شرطة ترايميثيل أو ترايميثايل هيكسا نمر الآن إلى القاعدة رقم 6 في حال وجود احتمالين في اختيار السلسلة الكربونية الرئيسية لهم بطبع الحال نفس الطول ولكن يختلفان الاحتمالين في عدد التفرعات يختلفان في عدد التفرعات فبالتالي يجب اختيار السلسلة إذن اختيار السلسلة اختيار السلسلة التي تحتوي على أكثر عدد تفرعات نأخذ مثال هذا المركب هنا هو نفس المركب كما تلاحظون وهنا في اختيار السلسلة مثلا الاحتمال الأول هو السلسلة المستقيمة كما تلاحظون تحتوي على 7 كربونات إذن طولها 7 كربونات وهناك احتمال ثاني إذن هذا الاحتمال تحتوي على 7 كربونات إذن من هو الاحتمال الصحيح؟ الاحتمال الصحيح هنا إذا كان هناك اختلاف في عدد التفرعات فبالتالي نختار السلسلة أو الاحتمال الذي يحتوي على أكبر عدد تفرعات كما تلاحظون في الاحتمال الأول هناك تفرعين فقط وفي الاحتمال الثاني هناك ثلاثة تفرعات فبالتالي إذن سيتم اختيار السلسلة الأساسية أو الهيدروكاربولية الأساسية لهذا المراكب بهذا الشكل وليس بهذا الشكل كما تلاحظون إذن هذا سيكون احتمال خاطئ وفي بعد يتم وضع المجموعة المتفرعة كما تلاحظون في بداية الاسم إذن هناك متفرعين هناك نوعين من المتفرعات هناك الميثايل وهناك البروبايل إذن الميثايل توجد في الكارب الرقم 3 وتوجد في الكارب الرقم 5 كما تلاحظون إذن كتبنا هنا ثلاثة بينهما فاصل 5 ثم شرطة إذن ثم نكتب إذن المقطع الدال على أن هناك مجموعة الميثايل إذن داي ميثايل ثم كذلك شرطة 4 شرطة بروبايل هبتاين ترجمة نانسي قنقر